وخلال استعراض إنجازات الدولة في القطاعات المختلفة في الصعيد قال رئيس عبدالفتاح السيسي إنه خلال السبع سنوات الماضية تم انفاقه أكثر من تريليون جنيه متوسط للتنمية في الصعيد وأكد رئيس السيسي أن ما تم إنجازه على أرض مصر حاليا هو محاولة لتعويض ما فات يعني أنا بقول للمصريين اللي الدولة حابت تعمله لما كنت بقول لكم قبل كده إن إحنا والله ما نفعله في بلدنا هو محاولة مش أبداً وداها ليس والله يساءل أي حد لكن محاولة لتعويض ما فاتنا بقول تاني لو كانت الدولة المصرية كانت على مدى 30 سنة بتصرف في المتوسط 30 مليار جنيه يعني في السنة يبقى 30 في 30 بتسعمائة مليار جنيه الدولة المصرية في السبع سنين اللي فاتوا دول تقريباً المتوسط تريليون جنيه مش كده يا دكتور معيز يعني أنت بتصرف في السنة اللي كنت بتصرفه تقريباً في 30 سنة لمدة 7 سنين ده المحاولة مننا لتعويض ما فاتنا